بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ظلمهم سيظلمون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعذى الله لا يخلف الله وعذه ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرهم من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مخافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى وإن كثير من الناس بلغاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشك منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء فما أن كثبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبدس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا من الصالحات فهم في روضتي يحفرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآسرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويغيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم موتة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوبي يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منام بالليل والنهار وابتغاركم من فضل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البر خلفا وطمعا وينزل من السماء فاءا فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل جله قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لهم مما بلجت أيمانهم من شركاء فيما رفقناكم فأنتم فيه سراء تخافنهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ضلوا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وبالهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حليفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيب ولكن ما أكثر الناس لا يعلمون قنيبين اليه وانتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ببلاديهم فرحون وإذا مسل الناس ضروا دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أدابهم منه رحمة إذا فريقهم منهم بربهم يشركون ليكثروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس عامة فلحوا بها وإن تصبهم سيئتهم بما قدمت أيديهم إذا هم يضلطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون فآتد القربى أفضل والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله أولئك هم المفتحون وما آتيتم من ثبا ليعبوا في أموال الناس فلا يعبوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم راقكم ثم يريتكم ثم يريكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عن ما يشركون ظهر الفساد في المثل والبهر بما كسبت أيدي الناس ليثيطهم بعض الذي يعملون من لهم يرجعون قل سيروا في الأرض فنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأهم عجلك للدين الخيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوميذ يصدرون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يرهدون ليجزي الذين آمنوا وآمنوا الصالحات من خطره إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسد القياه مبشراته وليذيطكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتروا من خطره ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبل جرسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقرنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياء فتثير سعابا فيبسقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فتعودا ويخور من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستمشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف ينهي الأرض بعد موتها إن ذلك لمهي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسى فاريخا فرعوا مصطح ولضلوا من ربعه يكفون فإنك لا تزمع الموتى ولا تزمع الصم الدعاء إذا هلوا برين وما أنت بهذه الرمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة كذلك كانوا يرسكون وقال الذين موتوا العلب والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ونموا ماذرتهم ولا هم يستعتمون ولقد وردنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقول أن الذين كفروا إن أنتم إلا مرطلون كذلك يقضى الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعلى الله حقا ولا يستغفنك الذين لا يوقنون اشتركوا في القناة